السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني العدادي النهاردة إن شاء الله معنا مع حل كتاب جام يونت 8 اللي هي بعنوان You are what you eat اللي لسه أول مرة يتابعنا احنا بنشرح جرامر اليونت بالكامل وبنشرح الدروس والكلمات وبنحل على اليونت من كتاب جام والمعاصر تقدروا طبعا تدخلوا على القناة والتابعوا فيديوهات الشرح كاملة بس قبل ما نبدأ ياردت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يصلكوا كل الجديد بنقدموا إن شاء الله دعمكم طبعا مهم جدا لينا لأنه بيشجعنا نقدم أكتر ونستمر يلا نبدأ مع بعض هنبدأ في بيش 52 ده vocabulary exercise على lesson 1 and 2 الدرس الأول والدرس الثاني نبدأ كده مع بعض بيقول لي نقطة our boys or girls from 13 to 19 هما الأولاد أو البنات من عمر 13 لـ 19 سنة هما البيبيز اللي هما الأطفال والردع ولا الـ teenagers اللي هما المراهقين ولا الـ volunteers اللي هما المتطوعين ولا الـ adults اللي هما البالغين طبعا هما teenagers اللي هما المراهقين not is something that gives you the power to do things هي هو شيء أمام بيعطيك طبعا القوة لفعل شيء أو الطاقة لفعل شيء هي plan الخطة offer العرض ولا problem اللي هي المشكلة ولا energy الطاقة طبعا هي energy الطاقة هي الشيء اللي بتديك قوة ان انت تفعل بيها الأشياء بعد كده it was not easy for him to join the school not team لم يكن طبعا it wasn't معناها لم يكن في الماضي لم يكن سهل عليه طبعا ان هو يلتحك بالإيه فريق الإيه المدرسي الـ athletics اللي هو ألعاب القوة ولا الـ energy حساس ولا أثليت لعب رياضي ولا تستس اختبارات طبعا هوا school athletics team اللي هو فريق ألعاب القوة بالمدرسة not products like milk make our body strong منتجات ايه مثل اللبن like هنا معناها مثل مثل اللبن بتجعل جسدك طبعا أو أجسدنا قوية يبقى هي daily اللي هي معناها يوميا ولا dairy اللي هي منتجات الألبان ولا الـ diary المفكرة little قليل طبعا هي dairy products منتجات الألبان وأخد بالي وأنا أقلالكم في الشرح ان daily معناها يوميا و dairy معناها منتجات الألبان أو الألبان و diary معناها مفكرة و قلتلكوا كمان ان انتوا لازم تفرقوا ما بينهم علشان طبعا وإحنا بنحل الأسئلة طبعا نحل صح بعد كده بيقول لي tamir is not too fish so he doesn't eat it عايزة أقول أني tamir إيه للسمك عايزة أقول أنه حساس للسمك so he doesn't لذلك هو لا يأكله يبقى interested معناها مهتم usual عادي allergic دي طبعا الإجابة بتاعتنا اللي هي معناها حساس we addicted اللي هو معناها مدمن يبقى tamir is allergic to fish معناها أني tamir حساس أو لديه حساسية من السمك بعد كده بيقول لي I like eating not fruits like watermelons and oranges طبعا بيقول لي أنا بحب أكل الفاكهة إيه مثلا هنا لايك برضو معناها مثلا البطيخ والبرتقال يبقى البرتقال والبطيخ دي فاكهة سبيسي متبلة salty مالحة تيستلس طبعا دي مالهاش أو بدون مذاق يعني مذاقها طبعا مش كويس أو مش حل ولا جوسي طرية أو عصرية أو كثيرة العصير طبعا هي جوسي فروتس فاكهة كثيرة العصير some people like to listen to music not the way home عايز أقول بعض الناس بتحب تستمع إلى الموسيقى في طريقها للبيت طبعا في الطريق إلى اللي هي on the way رجاك is a fruit not you can buy in the street in ماليزيا طبعا عايز أقول أن الرجاك ده إيه طبعا عايز أقول وجبة خفيفة طبعا من الفاكهة أنت تقدر أن تشتريها في الشارع في ماليزيا يبقى هي fruit snack وجبة خفيفة طبعا من الفاكهة أما كافين اللي هو مادة الكافين we oven form نوكوز اختبار قصير not can be green or black and have a salty taste طبعا ممكن أن هو يكون أخضر أو أسود وكمان لديه مزاق مزاق طبعا مالح هو beans الفول وال watermelons البطيخ olives الزيتون nuts المقصرات طبعا يكون أخضر وإسود ومملح أو طعمه مالح هو olives اللي هو الزيتون how about nuts to the party عايز أقول وماذا عن طبعا نحنا ندعي خالد أو دعوة خالد إلى الحفلة عايز أقول how about inventing طبعا inventing هنا معناها يختارع يبقى inventing معناها اختراع offering art getting احضار ولا اللي هي يحصل على ولا inviting دعوة how about inviting وماذا عن دعوة خالد إلى الحفلة يعني احنا ندعي نوع من أنواع الاقتراح how about what about زائد لكن لكن لازم أفرق مبين فعل invent وفعل invite invite معناها يدعو أما invent معناها يختارع بعدك بيقول I not to help him but he said he could do it alone عايز أقول أن أنا عرضت عليه أن أنا ساعده ولكن هو قال أو قال أن هو يقدر أن هو أو استطاع أن هو يفعل ذلك بمفرده يبقى أفرد عرض made son refused رفض let سمح يبقى I offer to help him أنا عرضت أن أنا ساعده ولكن طبعا هو قال أن هو يستطيع أن هو يفعل ذلك بمفرده بعد كده بيقول to learn a language well لكي نتعلم لغة جيدة you must have a lot of يجب أن أنت يكون عندك الكثير من advice ينصح advice نصيحة ده الverb ده لازم يكون عندك الكثير من التدريب أو التمرين أخد بالي من practice ده الverb اللي هو معناها يتمرن أو يمارس وده النون اللي هو معناها تمرين أو ممارسة coffee and tea content which could make you stay awake طبعا القهوة والشاي فيهم أو بيحتوي على مدة إيه اللي هي طبعا بتجعلك أو تستطيع تبقى يقص يبقى فيهم مادة salt اللي هي الملح الكافين اللي هي الكافين والبروتين البروتين والهان العسل طبعا فيهم مادة الكافين we cook chicken in the nut احنا بنطبخ الفراخ فين أو الدجاج over اللي هي فوق أو أعلى ولا oven فرن ولا أفر عرض غالبا يبقى بنتبخ في الأوفن اللي هو الفرن nut means to have a strong taste from spices عايز دا ايه معناه ان هو لدعيه مزاق قوي من التوابل يبقى هو ايه جوسي عصيري أو كسير العصير فاتي طبعا في دهون ولا spicy متبل ولا تربو الفضيع طبعا في طعم قوي من spices التوابل يبقى هو spicy متبل nut means very nice to eat معناه ان هو رائع جدا للأكل الحاجة دي سور حامضة ولا dirty قذرة ولا delicious لذيذة ولا انهاثي غير صحية يبقى الحاجة دي delicious لذيذة انتقلنا الى page 56 طبعا ده exercise على الجرامر كنا شرحنا countable and uncountable nouns الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد وقلنا ان الأسماء التي تعد يمكن عدها وتجمع وتستخدم مع أدوات النكرة الآن وشرحنا ازاي نجمع الاسم الذي يعد وكمان قلنا للأسماء ولا تستخدم مع أدوات النكرة الآن وكمان شرحنا استخدامهم مع some وإني وطبعا a few وليتل وكمان a little a little and a lot of much وماني كل ده وأكتر شرحنا في الفيديو الخاص بالجرامر شرحنا جرامر اليونت بالكامل تقدروا طبعا تدخلوا على القناة وتتابعوا فيديو الشرح كاملا مهم كده السؤال الاول بيقول لي there are not expensive new flats next to the river عايز أقول يوجد يوجد للجامع طبعا هنا شقق جديدة غالية شقق هنا جامع بجانب النهر يبقى أنا عندي هنا هستخدم an ولا a ولا إني ولا سم أولا هنا الفلاتس جامع يبقى هستبعد a وهستبعد an لأن دول معهم مفرد طيب هنا عندي بقى هنا جملة مسبتة ولا جملة منفية جملة مسبتة إحنا قلنا مين اللي بتيجي مع الجملة المسبتة صم ولا إني يبقى طبعا هنا إني خطأ لأن اللي بتيجي في الجملة المسبتة هي صم استخدامات صم بتأتي مع الاسم المفرد الذي لا يعاد والجامع في الجملة المسبتة وسؤالي العرض والطلب وإني بتستخدم مع الاسم المفرد الذي لا يعاد في و الجامع في الجملة المنفية والسؤال بمعنى هل أما a و an بتستخدم مع الاسم المفرد الذي يعد في الاسبات والنفي والسؤال بعد كده بيقول لي مها ليس لديها العديد من الاصدقاء هي لديها فقط اصدقاء ايه يبقى هي معندهاش اصدقاء كتير يبقى هي عندها فقط اصدقاء قليلة لو اخد بالي بقى ان احنا عندنا هنا فرندس جامع يبقى ميني ماينفعش ان احنا نستخدم ميني على الرغم من اني ده جامع ليه لان هي بتقول هي معندهاش اصدقاء كتير افيو اللي هي طبعا دي الاستخدام اللي احنا هنستخدمه معنا قليل للعدد او الاسم الجامع واني طبعا اين ما تنفعش لان الجملة هنا مثبتة وقالت القليل ولكن الكمية يبقى هنستخدم افيو where would you like not اين تود ان ايه عايز اقوله اين تود ان تذهب يبقى go ولا going ولا to go ولا goes يعني بقى would like بييجو وراها to الفعل في المصدر يبقى where would you like to go احنا قلنا ان like بس بيجو وراها الفيرباين جي او نون اما would like بيجو وراها النون اللي هو الاسم او to الفعل في المصدر بعد كده بيقول don't eat not of sweets because they are not healthy عايز اقول لا تأكل الكثير من الحلوة لان هي طبعا because they are not healthy لان هي ليست صحية عندي صم طبعا ما تنفعش تستخدم عندي off هنا وقالتل ما تنفعش لان ده هنا جمع allot طبعا هي دي الاستخدام اللي احنا هنستخدمه لان انا عندي a lot of a lot of وقفيو معناها قليل يبقى هو عايز يقول له هنا لا تأكل الكثير من الحلوة بعد كده بيقول لي add not salt to the chips but not too much عايز يقول لي ضيف او ضيف عايز يقول لي قليل من المالح للشبسي ولكن ليس كثيرا جدا اكثر من اللازم يبقى انا هنا عندي صلط لا يعد يبقى هستخدم معاه a little بمعنى قليل يبقى little بمعنى قليل للكمية وقفيو قليل للعدد بيجي وراه اسم جمع much معناك كثير للكمية ومني كثير للعدد there is not pasta left in the cupboard shall we eat it tonight عايز اقول يوجد مقارونة متبقية في الدولاب ممكن ان احنا هل يمكن ان احنا ناكلها الليلة الليلة يبقى lot ما تنفعش عشان عايزة of a lot of we عندي mini pasta هنا لا يعد يبقى ما تنفعش وطبعا افيو مع الجمع برضو يبقى zero is a little you get القليل من الباستة المتبقية لان طبعا ده لا يعد we little بتستخدم بمعنى قليل مع الكمية بعد كده بيقول لي I don't like this soup انا لا احب هزه الشربة there is not of salt in it عايز اقول you get فيها ملح كتير يبقى lots ما تنفعش عايزة of mini ما تنفعش لان انا عندي هنا ايه طبعا sorry sorry lots هي اللي هتنفع sorry يا شباب lots هي اللي هتنفع عشان انا عندي off في السؤال mini مش هتنفع لان هنا off وده لا يعد enough bunch هتنفع برضو دي معناها كافي we a few قليل ولكن للعدد يبقى lots of lots of اللي هي معناها قليل من would you like not more chicken امل عايزة بتقول لها هل تودي بعض الدجاج امل هنا عندي لا يعد فيه سؤال ده سؤال الايه سؤال عرض بنستخدم فيه some يبقى some more chicken there is not juice in the glass عايزة اقول ايه يوجد عصير في الزجاجة يبقى هو العصير ده قليل a few يبقى لا طبعا مش هتنفع a few لان فيول الجامع وjuice لا يعد a lot عايزة of a little طبعا بمعنى قليل ليه من اسم المفرد الذي لا يعد يبقى حنستخدم a little to walk to the club with her friends عايزة اقول ان نوها بتود ان هي تذهب الى النادي مع اصدقاء يبقى طبعا نوها would like to بعد كده سؤال correct بيقول لي there is any rice in the fridge عايزة اقول يوجد بعض الارز في التلاجة طبعا ده جملة مسبتة وده مفرد لا يعادي وبنستخدم فيه صم وليس اين she didn't read some books last week عايزة اقول هي لم تقرأ اي كتب الليل المضيق اي ما يفعش نستخدم هنا صم لان دي جملة منفية فيها ناف وده جامعي بابنستخدم ايني في الجملة المنفية would you like ايني cup of tea هل تود اي فنجان خدوا بالكو cup of tea ده مفرد يعاد فيه ناس طبعا اللي هي بتقولك لو لقيت ايني حط صم لو صم حط ايني طبعا ده خطأ هنا الجملة دي ما يفعش نستخدم فيها صم مع انه اي ما انه سؤال عرض ولكن اخد بالي ان صم تستخدم مع الاسم المفرد الذي لا يعد والجامع فقط ولكن انا عندي اسم مفرد يعامي بستخدم مع ال a او ال an انا عندي اسم مفرد بيبدأ بصوت ساكن يبقى cup of coffee هل تود كوباية قهوة او فنجان من القهوة عايزة بيقول ان هي بتحب القليل من اللبن في الشاي بتاعها ولكن ليس كثير جدا يبقى طبعا اللبن هنا كمية او مفرد لا يعادي ببنستخدم معاه a little وليس a few بعد كده بيقول لي would you like to have any juice هل تود ان تشرب اي عصير هنا بقى ده سؤال عرض خالص وهنا لا يعادي خالص طبعا ببنستخدم فيه صام وليس بعد كده بيقول لي there aren't any sugar in mighty عايزة اقول لي يوجد سكر سكر منفرد لا يعادي يبقى isn't وليس aren't انت قلنا على page 58 طبعا ده ديالوك سؤال محادسة احنا بنقرأ الديالوك كاملا من العنوان الى الاخر طبعا مهم جدا ان احنا نقرأ المحادسة الاول ليه طبعا لان بعض الاسئلة بتكون مرتبطة بالجمل اللي بعد كده في المحادسة بيقول لي amal بتتكلم مع سهاء عن الطعم فبتقول لها هل ممكن ان انا اسألك بعض الاسئلة عن الطعم تقول لها طبعا yes of course او yes sure نعم بالتأكيد او of course او sure بس او yes you can اي اجابة من دول تنفى ايه هو طعامك المفضل لازم نكمل علشان نعم فقالت لها why do you like fish لماذا تحب السمك يبقى هي هنا ايه طعامها المفضل هو السمك يبقى هتقول لها i like fish انا بحب الايه بحب السمك او ممكن تقول لها ايه الاجابة بترى تاني my هنا بقى تكتب my بحب السمك سألتها سؤال وقالت لها we need energy احنا بنحتاج الطاقة to be able to do many things عشان نكون قادرين ان احنا نفعل اشياء كتير يبقى السمك بيدينا طاقة يبقى why do you like fish يبقى هتقول لها because fish لان السمك مثلا طبعا هنا why بنجاوب عليه because because fish لان السمك طبعا بيعطينا طاقة gives us energy بيعطينا ايه طاقة قالت لها بقى لان هي قالت لها في السؤال اللي بعد كده سألتها سؤال قالت لها احنا بنحتاج الطاقة نكاين نكون قادرين على فعل الكثير من الاشياء يبقى عايزة تقول لها لماذا نحتاج الى الطاقة لماذا اللي هي واي وعندي سؤال جملة في المدارع البسيط يبقى الفعل المساعد دو او دس هستخدم دو لان طبعا الفاعل عندي وي why do we need energy ليه احنا بنحتاج ايه الطاقة قالت لها احنا بنحتاج الطاقة لكي نكون قادرين على فعل العديد من الاشياء فامل سألتها السؤال قالت لها we should eat healthy food to keep healthy يجب ان احنا نأكل طعام صحي لكي نبقى صحي السؤال ده ممكن تقوله بطريقتين ممكن تقول لها ماذا يجب ان نأكل لكي نبقى صحيا او لماذا يجب ان نأكل طعام ايه صحي نكتب كده السؤالين دول يمكن السؤال الاول what should we eat what should ماذا يجب what should we eat ماذا يجب ان نأكل to keep healthy لكي نبقى ايه صحيا او لكي نبقى صحة طبعا او بصحة اه جيدة او ممكن تقول لها السؤال بطريقة تانية why لماذا why should why should we eat healthy food لماذا يجب ان نأكل طعام صحي اه قالت لا طبعا to keep healthy انت قال نأكل pg60 ده exercise على lesson one and two الدرس الاول والدرس التاني السؤال الاول ده سؤال listening سؤال استماع السؤال ده سؤال سهل جدا ودرجاته مضمونة بيعتمد على ان انت بتستمع لنص الاستماع ومن خلاله بتجاوب على الاسئلة الموجودة قدامك دي حاول ان انت قبل ما تسمع النص تقرأ الاسئلة وتفهمها تاخد كده فكرة عن الاسئلة علشان طبعا لما تستمع للنص تقدر ان انت تتجاوب بكل سهولة حاولوا كمان بعد ما تستمع للنص واقف الفيديو وحل الاول وبعد كده شغل الفيديو تاني وشوف الاجابة وشوف انت حلت صحة وخطأ كنوع من انواع التدريب على السؤال نسمع كده مع بعض بيقول لي السؤال الاول بيقول لي احمد is on the school نقطي احمد في فريق المدرسي الاثلتكس when does احمد go running بيذهب للرنج امتى in the morning احمد eats good food to give him energy احمد eats not full lunch fish السؤال التاني ده سؤال الدالك سؤال محادثة بيقول لي هودا and lamis are talking about food هودا و lamis بيتكلموا عن الاطعم او الطعام فهودا بيقول لها do you like food هل انت بتحب الطعام هات ولا طبعا yes i do ايوة انا بحب الطعام فهي سألتها بقى سؤال قلت لها i like rice and pasta بحب الرز والمقارون يبقى هي بتسألها عن طعامها المفضل what is your favorite food ما هو طعامك what is your favorite food ما هو طعامك المفضل قالت لها انا بحب الارز والمقارون سألتها سؤال قالت لها because they give me energy لان هما بيعطوني طاقة يبقى because السؤال السؤال بتاعها why لماذا ممكن تقول لها why you tskut او ممكن تقول لها why do you like them ليه انت ليه انت بتحبيهم قالت لها لان هما بيعطوني الايه بيعطوني الطاقة are you allergic to any kind of food هل انت عندك حساسية من اي نوع من الطعام فردت قالت ايه سألتها what foods are you allergic to ايه الاطعمة اللي انت حساسة منها يبقى هي طبعا عندها حساسية من نوع معين من الطعام يبقى تقول لها yes are you في السؤال تحول الى i am يبقى yes i am what foods are you allergic to ايه نوع الطعام اللي انت عندك حساسية منه ممكن تقول لها i am allergic to مثلا nuts انا عندي حساسية من ايه من المقصرات i am allergic to nuts بعد كده سؤالة choose the correct answer بيقول لي my mother mama is not too spicy food so he my brother sorry my brother اللي هو اخ اخويا طبعا عايز اقول ان هو حساس او بيتحسس من الطعام المتبل so he must be careful about what he ate لذلك هو يجب ان هو يكون حريص عما يأكله يبقى هو healthy صحي diary معناها مفكرة اميز معناها طبعا مزهول اميز طبعا مزهول اميز 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 يصنع يصنع وتكس يأخذ يجب ان انت تكون حريص وانت بتعبر الشارع اللي هي مضاد مضاد كلمة careful اللي هي معناها حريص هي safe طعام الاسعي السريع او الطعام السريع البتسا مكارونا تشيز الجبنة الكيك الكيك طبعا من انواع الفاست فود هي البيتسا اللي هي البيتس فلافل is one of the most noah foods in egypt فلافل واحدة من اقصر الاطعام ايه في مصر many people like eating العديد من الناس بتحب تكلها يبقى هي popular foods اطعام معروفة او محبوبة اما ايذي سهل انهاذ في جر صحي او بيبولار غير معروف نكمل في page 61 عايز اقول سارا في فريق في فريق اللي هي ألعاب القواء المدرسي وينو اتفوض احنا بنعمل ايه في الطعام بالسنة سي بنرى هير بنسمع اسميل بنشام تست بنتزوق طبعا تست بنتزوق عايز اقول ماذا تود انت احنا قلنا would like يبقى بيج وراها to والانفينتف والفعل في المصدر يبقى what would you like to have ماذا تود انت عايز اقول سامة بتقضي وقت ايه وهي بتجاهد التلفزيون it is bad for her eyes ده ضر بعنيها يبقى هي بتقضي وقت كتير يبقى لط معها off والتل طبعا لا هي بتقضي وقت كتير يبقى هي بتقضي much طيب طب ليه ما استخدمناش مني لان مني بيجي وراها اسمي جامع اما much هنا لا يعد لا يعد سامي ليس جائع جدا لذلك هو فقط عايز القليل من الارض يبقى هنا ريس لا يعد يبقى بس قليل مع الاسم الذي لا يعد هو وليس بعض بعد كده السؤال correct بيقول you like some more juice عايز اقول له هل تود هنا سؤال العرض هل تود بعد العصير طبعا سؤال هل تود اللي هي what you like يبقى يقول له what you like some more juice هل تود بعد العصير are there any new students this year عايز اقول هل يوجد طلاب جدد هذا العام اخد بال ان هنا are جامع يبقى الاسم ده لازم يكون جامع يبقى students اللي هي طلاب اجمع الاسم المفرد الموجود عندي ده we drink a few water in summer احنا بنشرب مية قليلة في الصيف طبعا احنا بنشرب مية كتير في الصيف مش مية they like a little olives on the pizza عايز اقول هم بيحبوا القليل من الزيتون على البيتزا طبعا هنا الزيتون جامع يبقى باستخدم معاها القليل اللي هي a few اللي هي للجامع بعد كده البراجراف about healthy food اللي هو الطعام الصح احنا نقدر نتكلم عن ايه هي الاطعمة الصحية اللي احنا ممكن ناكلها ايه ايه الواجبات الخفيفة الصحية اللي احنا ممكن ناكلها وتساعدنا ايه انواع الاكل اللي احنا نقدر ناكله ويساعدنا ان احنا نبقى صحيين انواع الاكل الصحي كمان طبعا ايه اهمية الهاث food لنا او لعكسادنا كل الحاجات دي نقدر ان احنا نتكلم فيها ولكن مهم جدا جدا زي مداما بقرر ان احنا نقرأ زي ما كلنا عارفين ان السؤال ده او الموضوع ده بيجيني من ضمن الموضوعات اللي احنا سبق ودرسناه لذلك انا دايما بقول حاول تقرأ الدرس وتفهم وتاخد منه افكار ومعلومات تساعدك وانت بتكتب اما بالنسبة للقواعد الاساسية في كتابة اي باراجراف احنا كنا شرحناها قبل كده على القناة طبعا اللي هي ان انت وانت بتكتب تسيب مسافة كلمة في بداية السطر الاول وتبدأ بقى تكتب اول اي حرف في الجملة كابيتل وتنتهي بالفولستوب وتكمل بقى وتحافظ على زمن الجملة لو قالك اكتب في المضارع مثلا اكتب لو في الماضي اكتب في الماضي كمان ان انت الجمل بتاعتك تكون جمل بسيطة قصيرة مفهومة تؤدي المعنى لكلما طولت الجملة او الجملة كلما طولت كلما زادت الاخطاء سواء اخطاء سبيلنج او اخطاء جرامر ودي كلها حاجات بنتحسب عليها في سؤال البراجراف طبعا الترقيم مهم جدا في سؤال البراجراف كل الحاجات دي لازم ان احنا ناخد بنا منها واحنا بنكتب اي سؤال البراجراف انتقلنا الابيش ده في كابيري اكسرسايز على لسن 3 ام فور الدرس التالت والدرس الرابع نشوف كده مع بعض بيقول لي هل تستطيع ان انت تصب لي بعض المياه السحينة في الفنجان بتاعي هوت ووتر اللي هي مياه سخن يبقى عندي وش يغسل بور يصوب كلين ينظف بيت يخفق يبقى هي بور عايز يقول لي لما تسخن التلج حيدوب طبعا لما تسخنه وين يهيت لما تسخن التلج التلج بيدوب اما بول يسحب بيت يخفق بور يصوب عايز يقول اكل ماما ايه طعمه لذيذ اي لايك ايه 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 احبه كتير جدا يبقى هو تس تس طعمه او ما زقه هو لذيذ اما فيلز يشعر هير زيسمع تاتش زيلمس ميت فش ان ايجز ايجز اللحمة والسامك والبيت كلهم فيهم ايه شجر سكر سول مالح بونز عظام ولا بروتين طبعا هم ما فيهم بروتين بعد كده بيقول لي please نوف the carrots into small pieces عايز يقول له ايه الجذر اللي قطع صغيرة عايز يقول له قطع اللي هي يقطع اللي هي تشوب تشوب يقطع اما boil يغلي وبيت يخفق واد يضيف بعد كده بيقول لي to make full مدمس my mother not some pins and put them in a pan عايز اقول لي كي نصنع full مدمس ماما بتعمل ايه في بعض الفول وكمان بتضع في طاصة طبعا washes بتغسل ولا sales بتبيع services بتقدم ولا ads بتضيف طبعا هي washes اللي هي بتغسل بتغسل بعض الفول وبتضع في ان to be healthy لكي تكون صحيا you have to not well يجب ان ان تأي جيدا sleep تنام play تلعب study تدرس او تزاكر في رائع تقلي يجب ان تنام جيدا في المطاعم waiters اللي هما الغرصنات are usually not the food for customers اي هما طبعا عادة عايز اقول بيقدموا الطعام للزبائن طبعا هي serve معناها يقدم طعام او شرب اما pour resop try يحاول او يجرب و fry معناها يقلب بعد بيقلي we need to do the rules for the game عايز يقول يجب نحن نعمل اي في القواعد اللعبة discuss نراقش بيت نهزم grow ينمو ولا اسم يشم طبعا هي discuss most people like to eat pasta with a not معظم الناس بتحب تاكل المكرون بايه fork شوك knife سكين pan tossa ولا pull in انا طبعا هي بتحب بتاكلها بالفورك اللي هي الشوك بعد كده بيقول to make an omelet علشان تصنع اللي هو البيض الاملت نوات eggs and pull عايز يقول اخفق طبعا بيت في انا اللي هي beat اللي هي معناها يخفق اما تشوب يقطع pull يصوب heat معناها يسخن i used a note to learn the different parts of a man انا استخدمت ايه علشان اتعلم اجزاء المختلفة للانسان استخدمت طبعا diagram اللي هو رسم توضيحي سوب شرب pan tossa knife سكين we not our food cool in the fridge عايز يقول احنا بنحفظ الطعام بتاعنا بارد في التلاجة يبقى we keep بنحفظ طعامنا اما pour يصوب add يضيف i don't like not eggs because they smell bad انا ما بحبش بيض ايه لان هو رحته سيئة اللي هو century eggs اللي هو بيض القرن اما fresh tossic year 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 month year year you need two lemon 2 lemon طبعا هو recipe اللي هو الوصفة اما scrap script اللي هو script اللي هو script اللي هي بتاعت لأي رواية او اي حاجة دي بيبقى لها script كده كتابة و menu اللي هي قائمة الطعام في مطعم والlast اللي هي قائمة من اشياء you should always read the note on the medicine before you take it انت يجب ان انت دايما تقرأ ايه اللي هو على الدواء قبل ما تستخدمه تقرأ orders اللي هي الاوامر instructions تعليمات والأفرز عروض والرسبس وصفات طبعا انت لازم تكرأ الانستراكشن انتقلنا الى بيجي سبنتي ده exercise على الجرامر طبعا احنا اخدنا صيغة الامبراتيف اللي هي صيغة الامر وقلنا ان احنا عندنا نوعين من الامر اللي هو الامر المسبت والامر المنفي وقلنا ان الامر المسبت بيبدأ ب الفعل في المصدر اما الامر المنفي بيبدأ ب don't و don't زائد الفعل في المصدر وقلنا ده بيؤمر شخص بفعل شيء وده بعدم فعل شيء واللي بيستخدم لإعطاء تعليمات او 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 بيقول لي لا تشرب مشروبات غازية احنا قلنا ان احنا بنمفي او صغط الامر المنفي don't والفعل في المصدر take the omelet and not eat with salat عايز يقول خد الاملت ده وعايز يقول وقدمه مع salata يبقى ده فعل في المصدر معطوف على فعل في المصدر برضو يبقى serve it don't not your time playing video games عايز يقول لا تضيع وقتك وانت بتلعب وقطع كل الخضروات لمربعات صغيرة يبقى فعل في المصدر shop امر مزبط listen to your parents استمع الى والديك and not their advice واتبع يقول واتبع نصحتهم يبقى برضو ده فعل في المصدر اللي هو follow not make noise at the library عايز يقول لا تفعل ضوضاء في المكتبة يبقى don't الفعل في المصدر don't make بعد كده سؤال correct احضر لي زجاجة مياه من فضلك طبعا ده امر استخدام صغط الامر اللي اعطأ تعليمات او طلب prank me يبقى ده فعل في المصدر prank turn the lights up before you sleep عايز يقول طفن الاضواء قبل ما تنام يبقى turn برضو ده سلوب الامر المصدر فعل في المصدر don't boiling eggs more than one time بيقول لا تغلي البيض اكتر من مرة يبقى هنا don't boil احنا عايزين ايه عايزين الفعل في المصدر لاننا عندي don't please adding some olive oil to salad من فضلك ضيف بعض من زيت الزيتون على الصلطة برضو ده اسلوب الامر المزبط فعل في المصدر play with knives they will hurt you عايز يقول لا تلعب بالسكاكين لان هي هتجراحك يبقى هنا مش يقول لا تلعب لا تلعب يبقى يقول don't play don't forget to tidy up your room عايز يقول لا تنسى ان انت ترتب حجرتك هنا عايزين الفعل في المصدر من forget هو forget نكامل في page 72 exercise على lesson 3 and 4 الدرس التالية والرابع السؤال الاول ده قطعة reading القطعة اللي احنا بنقرأها وبنجاوب على مجموعة من الاسل بيقول if you want to be healthy لو انت عايز تكون صحي you should eat some of all types of food يجب انت تأكل بعض من كل الواع الاطعم we need to drink 8 glasses of water every day احنا محتاجين ان احنا نشرب 8 كبيات مية كل يوم their products like milk and cheese help us to have strong bones بيقول ان منتجات الالبان زي اللبن والجبنة بتساعدنا ان احنا يكون عندنا عظام قوي meat cheese and nuts have protein in them اللحمة والجبنة وكمان المقصرات فيها protein فيها and we need protein to have a strong body وإحنا كبان محتاجين البروتين علشان يكون عندنا جسد قوي a lot of sugar is bad for your teeth الكثير من السكر هو ضرب اسنانك examples of healthy snacks are fruit and nuts امثلة الاطعمة او الوجبات الصحية هي الفكهة والمقصرات people need to eat 5 to 10 pieces of fresh fruit and vegetable everyday الناس محتاجت هي تكون من 5 ل10 قطع من الفكهة الطازجة والخضروات يوميا people often like fast food الناس غالبا بتحب الطعام السريع because it had lots of fat and sugar in it لأنه فيه طبعا الكثير من الدهون والسكر فيه اللي هو في مين اللي هو fast food food is usually healthy and good for you when it's fresh الطعام بيكون عادة صحي وجايد لك السؤال الأول بيقول what is the best title for this passage أفضل عنوان الكطعة هي أي طبعا كطعة بتتكلم عن الطعام الصحي بالhealthy food بعد كده بيقول give examples of healthy snacks اعطي أمثلة للوجبات الخفيفة الصحية هو هنا ذكر لإيه ذكر لل snacks and fruits اللي هي fruits snacks such as fruits and nuts يبقى fruits and nuts fruit and nuts الفكهة والمقصرة why do you think we need dairy products ليه احنا بتعتقد احنا محتاجين منتجات الألبان طبعا لأن هم بيعطونا عظام قوي أو بيساعدنا ان يكون عندنا عظام قوي يبقى because because they they help us to have strong bones بعد كده بيقول the word not is the opposite of the word strong مضاد كلمة strong اللي هي معناها قوي مضاد ضهويك اللي هي معناها ضعيف اللحمة اللحمة مهم من اللحمة 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 is an important source of اللحمة هي مصدر مهم من A البروتين بعد كده سؤالة انصر بيقول لي those tomatoes are too big الطماطم تكبيرا جدا اكثر من لازم you need to know them into small pieces عايز يقول لي انت محتاج انت تقطعها لقطع صغيرة يبقى the shop the shop اللي هي معناها يقطع some testers could be نقط بعض الاختبارات يجب ان هي تكون but studying makes them easier ولكن الدراسة بتجعلها اسهل يبقى هي بتكون hard صعبة اما famous معناها مشهور easy سهل light خفيف هي بتقول الدراسة بتخليها اسهل يبقى هي بتكون ممكن بعض الاختبارات ممكن تكون صعبة ولكن الدراسة بتجعلها اسهل بعد كده بيقول لي before you fry food قبل ما تقلي الطعام يعني fry يقلي you should not some oil in a bane حيز يقول له يجب انت تسخن بعض الزيت في طاصة you should heat which of this type of food doesn't have much protein اي من هذه الانواع من الاطعمة لا يحتوي على بروتين الميت اللحمة طبعا فيها بروتين الفش السمك فيه nuts المكسرات طبعا الابلز اللي هي التفاح طبعا هي اللي ما فهاش بروتين mom needs to not eggs and milk before making omelet ماما محتاج ان هي تعمل ايف البود واللبن قبل ما تصنع الاملت طبعا تخفق اللي هي beet بعد كده بيقول لي some animals بعد الحيوانات like lions and tigers are not بعد الحيوانات زي الأسود والنمور هما low مخافض easy strong strong قوي وضعيف طبعا بتكون strong قوية food is healthy الطعام عادة بيكون صحي and good for you when it's not ويكون مفيد لك لما بيكون fresh طازق طبعا اما old قديم ancient أسري ugly قبيح not leave the water running while cleaning your teeth عايز يقول لا تترك المياه جارية يعني شغالة يعني وانت بتنظف أسنانك احنا هنا عايزين الأمر المنفي بننفي بdon't not a knife to chop the vegetable عايز يقول استخدم سكينة وانت بتقطع الخضروات هنا في المصدر في الأمر المنفي من المزبط sorry يبقى use سيد هنا خدبال ناخد مرنة بقى من القامة معناني دا عايز يقول يا سيد not early next time عايز يقول تعال بدري البرة القادمة أمر مزبط يبقى الفعل في المصدر يبقى كام بعد كده سؤال correct بيقول not serve food in broken dishes عايز يقول لا تقدم الطعام في أطباق مكسورة في الأمر المنفي بننفي بdon't ومعا infinitive don't زايد الفعل في المصدر يبقى don't serve بعد كده يقول taking your time to complete the puzzle correctly عايز يقول خد وقتك عشان تكمل اللغز دا بطريقة صحيحة احنا هنا أمر مش بات يبقى take فعل في المصدر be kind to others كن عطوفا مع الآخرين and not say unkind things عايز يقول ولا تقول أشياء غير طيبة يبقى don't say doesn't play in the street عايز يقول لا تلعب في الشارع يبقى don't بعد كده سؤال about healthy diet نظام غزائي صحي طبعا النظام الغزائي الصحي اللي لازم يحتوي على بعض من كل أنواع الأطعمة طبعا احنا محتاجين منتجات الألبان محتاجين اللي هي الأكلات أو الأطعمة اللي فيها protein like meat cheese and nuts طبعا كل ده موجود في الدرس طبعا أو الدروس اللي احنا سبق ودرسناها مهم جدا نقرأ الدروس وإحنا إن شاء الله هننزل فيديو اللي هي شرح أهم الموضوعات الموجودة في اليونت انتقلنا إلى page 80 ده exercise على lesson 5 and 6 الدرس الخامس والدرس السادس نبدأ كده مع بعض بيقول لي my mother not on me to help her with the housework عايز يقول لي ماما بتعتمد علي إن أنا ساعدها في أعمال المنزل يبقى هنا depends on معناها يعتمد على depend on معناها يعتمد على أما protects يحمي improves يحسن pores يصوب الشخص الصحي يجب أنه يكون عنده نظام غذائي كل يوم طبعا الشخص الصحي لازم يكون عنده نظام غذائي بلانس دليل هو متوازن أما normal طبيعي غير عادي unhealthy غير صحي عايز يقول نظامك الغذائي هو طبعا نوع الأكل اللي انت بتأكله كل يوم يبقى هو الديت اللي هو نظام الغذائي أما work العمل exercise اللي هي تدرب وهم work اللي هي الواجب المنزل not camp green red or yellow ممكن يكون أخضر أو أحمر أو أصفر هو البينز الفول بوتيتوس البطاطس ولا البيبر الفلفل ولا البيبر الورق طبعا هو البيبر الفلفل بعد كده بيقول هند is not because she lost her mobile phone هند ايه لأن هي فقدت الموبايل بتاعها هي متضايقة اللي هي upset معناها متضايق أما annoying معناها مضايق يعني حاجة بتضايقك يعني أما pleased مسرور وهبي سعيد بعد كده بيقول I went to the north club to keep fit أنا ذهبت إلى نادي لكي أقا بدنية athletics اللي هي نادي العاب الكو يبقى I went to athletics club أنا ذهبت إلى نادي ألعاب الكو أما أثلي هير شخص رياضي سبورت رياضة أما طبعا spots spot اللي هي البقعة أو المكان أما athletics club هو نادي ألعاب الكو did not us with tickets to the cinema عايز أقول بابا ايه بابا أتهاشنا بتذاكر السينما explain شرح and طبعا امتلك surprise طبعا أتهاشنا not a nice cat at the family pet عايز أقول إحنا بنملك كطة رائعة كحيوان أليف كده للأسرة طبعا هي we on on يعني يمتلك أما make يصنع happen يحدث introduce معناها يقدم mommy's a great نقط ماما ايه عظيمة she makes lishos males for us هي بتعمل واجبات لذيذة لنا يبقى هي great cook طباخ ماهرة طبعا او عظيم احنا هنا cook معناها يطبخ او معناها طباخ اما الككر اللي هو البتجاز result نتيجة amount كمية my mother gave me a large note of pasta for dinner ما مدتني عايز أقول كمية كبيرة من المقارونة للعشاء يبقى هنا amount amount معناها كمية اما reasons سبب diet نظام جزائي number رقم my father wants to go to a green place بابا كان عايز يروح لمكان نظيف او مكان هادي كده to not لكي يسترخي يبقى to relax اما dance يركز work يعمل worry يقلق بعد كده بيقول لي it's important to clean my teeth twice not day عايز يقول لي هو من المهم انت تنظف اسنانك مرتين في اليوم يبقى twice a day i love to not some drawing and paint pictures انا بحب عايز ان انا اقدي او اصنع بعض الرسومات وكمان بحب تلوين الصور يبقى هي do some drawing not as a vegetable هو من انواع الخضار that is very healthy صحي جدا هو السبانيش اللي هي السبانيخ اما cheese جبنا salt manch butter زبت you should not sure that you eat all types of healthy food عايز يقول لي يجب ان انت تتأكد ان انت بتاكل كل انواع الاطعمة الصحية يبقى هي make sure اللي هي معناها يتأكد pastel macrona is the not ingredient in koshary عايز اقول هي المقدار الايه الاساسي في الكشري اللي هي طبعا main ingredient اللي هو main هنا معناها اساسي او معناها رئيسي انت اننا لpage 82 ده exercise على كنا شرحنا اللي هي محادثات الكمية شرحنا انه اللي هي معناها بقدر كافي بيجي بعدها اسم جامع يعاد او اسم مفرد لا يعاد ومعناها كافي او درجة كافية وشرحنا too much or 2 many احنا قلنا ان too many معناها جدا جدا اكثر من اللازم اللي هي دي too many ولكن بيجي بعدها اسم جامع يعاد اما too much بعدها جدا جدا اكثر من اللازم ولكن بيجي بعدها اسم مفرد لا يعد. طبعا كل دو اكتر شرحناه فيه جرامر اليونت بالكامل فيديو بنفصل طبعا شرحنا فيه جرامر اليونت بالكامل تقدروا طبعا تدخلوا على القرية والتابع فيديو الشرحي كاملا فيديو مهم جدا جدا. انت مش محتاجة ان انت تشتري اي حاج. عايز يقول له اعتقد ان احنا لدينا طعام كافي للرحلة. يبقى هنا هنستخدم اناف. اما ليتل معلها قليل اني معناها اي وطبعا دي جملة مثبتة مني معناها العديد ولكن ده اسم مفرد طبعا لا يعد. بيقول انا 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 قمت بالكثير من التسوق اكثر من اللازم. انا عايش فلوس دلوقتي. يبقى ايه شوبينج هنا لا يعد. يبقى اي دتو متش شوبينج. بعد كده بيقول لي عايز يقول لي يوجد الكثير من الاشياء في هذا الصندوق. لا استطيع ان انا احمله. عندي ثنجز جمع. يبقى تو مني. انا اكلت خبز ايه? اي اف جوت اسطانا كيك. عندي الم او بالمعدة او عندي مغص يبقى انا اكلت خبز كتير اكتر من اللازم. يبقى هنا ده بريد لا يعادي ما بيستخدم معاه too much. there are two non people at the station. عايز اقول فيه ناس كتير ناس دي جامع. في المحطة لذلك المحطة مشدحمة يبقى too many. بعد كده بيقول لي there are two non traffic in the streets of cairo. اي طبعا traffic لا يعادي بيستخدم معاها too much. you get مرور كتير او ازدحم مروري اكتر من اللازم في الشوارع القاهرة. you shouldn't eat two nugget sweets. they are bad for you. طبعا هو لا يجب ان انت تأكل الكثير من الحلوة طبعا دي جامع يبقى too many لان هي ضرى لي. you don't have not vegetables on your plate for a healthy man. عايز يقول له انت ليس لديك خضرات كافية في الطبق بتاعك لوجبة صحية. انا عندي هنا اناف اللي هي معناها كافي. we have not air pollution in our country. عايز يقول ان احنا عندنا تلوث كتير اكتر من اللازم في دولتنا. pollution هنا لا يعادي بيستخدم معاها too much. don't use to not social media or you will be addicted to it. عايز يقول لا تستخدم الكثير اكثر من اللازم من مواقع التواصل الاجتماعي. وإلا سوف تكون مضمن عليها. يبقى too much. بعد كده سؤالي correct بيقول لي. a man feels tired. امان شعرت بالتعب. آآ آآ بتشعر بالتعب. all the time. طول الوقت. and doesn't get sleep enough. عايز اقول وهي لا تحصل على النوم كافي. احنا قلنا ان enough بيجي بعدها النوم الاسم وليس قبلها. يبقى enough sleep. there be enough bread in the fridge. عايز اقول يوجد خبز كافي. آآ لا يوجد خبز كافي في التلاجة. we need to buy احنا محتاجين ان احنا نشتري بعض. يبقى ايه. يبقى هنقول ايه. هنا خبز مفرد. لا يعد. يبقى هنستخدم معه از. وحنا هنا بنقول ايه. ناخد بالن. ان احنا محتاجين نشتري بعض الخبز. يبقى there isn't lay you got خبز كافي في التلاجة. لذلك احنا محتاجين نشتري بعض. احمد it's too many much cakes. عايز اقول احمد بيأكل كيكات اكتر من اللازم دي جامعي يبقى too many. i don't like this. دي ما بحبش الشيدة. there is too many sugar in it. فيه سكر كتير. يبقى much. there were too much student in the school concert yesterday. عايز اقول كان فيه طلاب اكثر من اللازم في حفلة الموسيقية المدرسية بالامس. يبقى الطلاب جامعي بستغضب معاها too many. وليس too much. i don't like people who ask too much questions. انا بقول ما بحبش الناس اللي بتسأل اسئلة كتير اكتر من اللازم. questions دي جامع. يبقى too many. انت قلنا الى page 83. ده ديالوج محادسة بيقول لي منا ان ندا are discussing what to do at the weekend. منا و ندا بينقشوا ما يفعلوه في العطلة. فبتقول لها hi منا. i'm thinking i'm thinking i'm about what to do this weekend. انا بفكر عما سوف نفعلوه في العطلة يعني اللي احنا هنعملوه يعني. فمنا سألتها سؤال او اقترحت عليها اقتراح. عايت لها that sounds fun. ده يبدو ايه ممتع. but i'm at my train. ارجو ممكن يمطر. i don't feel like going to the park. انا don't like فيه. معناها انا لا اشعر او انا لا احب الزهاب الى الحديقة. يعني هي هنا مش بتوافق على الاقتراح بتاعها. لان ايه بتقول لها الجو ممكن يمطر. يبقى هي هنا بتقترح عليها الذهاب للحديقة. احنا عندنا طرق كتيرة للاقتراح. ولكن اخد بالي نتاق اقتراح على هاته. سؤال. ممكن نستخدم how about او what about او why don't we. يبقى ممكن تقول لها هنا how about وبايزة عن. تقترح عليها how about going to the park. وبايزة عن الذهاب الى الحديقة. قايت لها اه طبعا ده رائع ولكن الجو ممكن يمطر. اه فاقترحت عليها ايه تاني قايت لها that's a great idea. دي فكرة حلوة. ولكن i watched all the films there. ولكن انا شاهدت كل الافلام هنا. يبقى هي عايزة تقول لها بتقترح عليها ان هي تشاهد اه او تروح السينما. لكن اقترح عليها ايد جملة. ممكن تقول لها we could. او ممكن تقول لها let's. لان let's we could. دي جملة اقتراح. ممكن تقول لها هنا we could. احنا ممكن. we could go to the cinema. احنا ممكن نروح لقيه السينما. ايت لها فكرة حلوة. ولكن انا شفت الافلام فيهن. سألتها سؤال او اقترحت عليها اقتراح تانية. لا i love that. انا احبب الفكرة دي. i'll wait for you to watch tv together. اه انا هنتظرك ان احنا نشاهد التلفزيون معا. يبقى هي بقى تقترح عليها مشاهدة التلفزيون. ممكن بقى نستخدم اسلوب تاني الاقتراح على هيد سؤال اللي هو why don't we. ولما لا. why don't we watch tv together. ولما لا نشاهد التلفزيون معا. قالت لها دي فكرة حلوة او انا حبيت الفكرة دي. خلينا نشوف التلفزيون معا. can i bring my younger sister with me. هل ممكن ان انا احضر اختي الصورة معي. طبعا هي هنا هتقول لها yes sure او yes of course دعم بالطبع. ليه بقى لان هي ردت هنا وقالت لها i want to see her. انا عايز اشوف. فقالت لها ايه? i'll come at seven. ممكن تقول لها بقى thank you او thanks. شكرا. i'll come at seven حاجي الساعة حاجي الساعة سابعة. انت قلنا الى page 84 ده exercise على الدرس الخامس والسادس. السؤال الاول ده سؤال دالك. سؤال محاجسة. بيقول لي نادر is advising lilly to take a break and relax. نادر بينصح لي ان هي تاخد استراحة كده وترتاح. فبيقول لها hi lily. how is your day going? يومك عامل ايه يعني او كيف يصير يومك? قالت له hi نادر. فردت عليها قالت له ايه? قال لها tired متعبة. يبقى هي حاسة ان هي او بتشعر بالتعب. يبقى تقول له i am feeling tired. i am feeling ايه? tired. انا بشعر بالتعب. لان هو طبعا قرر لها الكلمة التاني. وقال لها tired متعبة. فقال لها حاجة. اسألها سؤال. that's a good idea. يبقى هو اقترح عليها لان هي اردت اقتله فكرة كويسة. i'll take a break and relax. انا سوف اخد روحة واستريح. يبقى هو هنا بيقترح عليها. ولكن اقترح على هيئة ايه سؤال. يبقى يقول لها ايه? how about taking a break and relaxing? او ممكن يقول لها why don't you? ولما لا? why don't you take take a break and relax? فقالت له i'll take a break and relax. what do you feel like doing later? هتعملي ايه بعد كده? اقترحت عليه ايه ثاني. قال لها لان هو ردي هنا. that sounds great. ده يبدو عظيم. i can show you bike tracks in the park. انا سوف ابيلك او اعرض لك ايه بعد كده الخدع اللي هي بنعملها بيء الدراجة في الحديقة. يبقى هي اقترحت ان هي تذهب الى الحديقة. يبقى هتقول له ايه? how about it? وماذا عن؟ riding 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 مثلا bike او bike وماذا عن ركوب الدراجة in the park في الحديقة. اقترحت عليه الاقتراح ده وهو وافئ قالت له awesome. can you teach me how to do all the tracks? هل ممكن انت تعلمني ده اعمل كل الحيل بالدراجة؟ قال لها طبعا yes of course. نعم بالطبع لانه هنا هيقول لها ان احنا هنتدرب مع بعض. yes of course we could practice together. احنا نقدر نتدرب مع بعض. فهتقول له ايه? i can't wait to learn. انا لا استطيع الانتظار اللي كي اتعلم. ممكن تقول له طبعا that's wonderful او that's a good idea. that's wonderful. رائع. بعد كده سؤالة شو ذكركت انصر بيقول i am worried not my test tomorrow because i didn't study enough. بيقول انا الان على الامتحان بتاعي غدا لان انا ما درستش او ما ذكرتش بقدر كاف. هي طبعا worry about معناه يقلق بشأن. i am worried about not sure to say thank you when someone helps you. عايز اقوله تأكد ان انت تقول شكرا لما اي شخص يساعدك يبقى make sure. make sure معناها تأكد. the not for his anger. anger معناها غضب. عايز اقول سبب غضبه is still unknown. ما زال غير معروف. يبقى انا عندي هنا reason. the reason for his anger. اما result نتيجة spinach spanish spanish diet. اللي هو نظام غزاء. my friend not me to her sister. عايز اقول الاختي قدمتني لاختها. sorry صديقتي قدمتني لاختها. يبقى introduced اللي هي معناها يقد. اللي هو قدمة. اللي هي الماضي من introduced. اما produced معناها انتجة. on dim talica relaxed معناها استراحة. try to have another diet to keep you healthy. بيقول حاول ان انت يكون عندك نظام غزائي. ايه لكي طبقه صحيا. يبقى balanced diet نظام غزائي. متوازن. اما لمجه طويل. fresh. طازج. و salty. مالح. بعد كده بيقولي. i asked the teacher to not the story to me. عايز اقول انا طلبت من المدرس ان هو ايه. يشرح لي القصة. يبقى explain. اللي هي معناها يشرح. speak. يتحدث. complain. يشكو. اون يمتلك. the little girl was not. البنت الصغيرة كانت ايه. when she dropped the ice cream on the ground. عندما اسقطت الايس كريم على الارض بقى هي كانت ابسد. متضايق. نكمل في بيجي 85 بيقولي. there is not smoke in here. you got دخان هنا. i can't breathe. انا لا استطيع التنفس. smoke طبعا دخان هي كلمة مفرد لا يعذب. با استخدم too much. بيقول في دخان هنا اكثر من اللازم لذلك ايه. he is poor. هو فقير. he has not money. هو لديه نقود ايه قليلة. يبقى little money. there is not food for everyone. we can. we all can eat. احنا كلنا نقدر ان احنا ناكل. يبقى في طعام كافي لكل شخص. يبقى there is enough food. بعد كده سؤالي correct. بيقول لي she doesn't have a lot time to watch tv. عايز يقول له احنا هي مع النهاش وقت كافي لتشاهد التلفزيون يبقى enough. a بيكلم بي. فبيقول له are you like a cup of tea? قال له yes please. عايز يقول له هنا هل تواجد. يبقى what do you like? i haven't seen some tigers in the zoo. عايز اقول لنا ما شفتش اي نمور في حديقة الحيوان. هنا طبعا haven't جملة فيها دافي. يبقى any. عشان tigers هنا جامع. i don't have money enough to buy the car. بيقول انا ما عنديش فلوس كفاية لنشراء هذه السيارة. احنا قلنا الانوف طبعا بتيجي قبل الاسم. يبقى enough money. بعد كده سؤالي الايميل بيقول اكتب ايميل to your friend tela لصديقتك to tell her about your balance diet. عشان تخبريها عن نظام نظامك الغذائي المتوازن. ده هنكتبه في خانة السبجكت اللي هي الموضوع. your name is sama اسمك sama and your email is sama at student.com. ده الاسم الشخص اللي هيرسل يبقى هيبقى في خانة from. your friends email is stella at gmail.com. وده صديقك اللي انت هترسلها الايميل. يبقى المرسل اليه يبقى to. يبقى انا لما اكتب في العلوان to. from. والسبجكت اكتب بقى الحاجات اللي انا حددتها دي في الاول. وبعد كده بقى في الايميل باكتب dear. وصديقتي اللي انا هرسل لها الايميل اللي هي tell. الايميل عبارة عن introduction اللي هي مقدمة. ويبضي اللي هو موضوع. وكان كلوجان اللي هي خاتم. وننضي بقى في الاخر كده yours. وهي عنوان واسم الراسل اللي هي مين سما. طيب المقدمة ممكن نكتب how are you. بنسيب مسافة كلمة برضو. نكتب جملة مقدمة صغيرة كده how are you. ممكن how are you ممكن اقول see you soon. انتقلنا الى page 87. ده test on unit 8. اختبار على الوحدة التامنة. السؤال الاول ده سؤال listening. سؤال الاستماع. ده زي ما قلنا بيعتمد على النص اللي انت بتسمع له ومن خلاله بتجاوب على الاسئل. يسمع كده مع بعض بيقول لي. سفنج is a kind of cake from morocco. it has lots of sugar and fat in it. and is very sweet. so it is not very healthy. السؤال الاول بيقول لي where is a سفنج found. طبعا هو بيوجد في مروكو. what does a سفنج have. في ايه. وقال لي فيه fat with sugar. يبقى both a both b and c. how is a اسفنج. اسفنج ده ايه? sweet. حل. is اسفنج healthy? هل هو صحي? no. السؤال الثاني ده سؤال الديالوج. سؤال المحاسب. يقول لي adam is going home. ادم طبعا هيذهب للبيت. but yousef tells him to have lunch together at the new restaurant. ولكن يوسف بيخبره ان هما يتناولوا الغداء معا في المطعم الجديد. في يوسف بيقول له where are you going after work? حتى اين تذهب او اين ستذهب بعد العمل. هيقول له طبعا هو هيذهب فين الى المنزل. يبقى يقول له ايه? i am going home. انا سوف اذهب الى الايه? الى المنزل. عرفنا منين? لانه قال لي في العنوان ان هو هيذهب للمنزل. في يوسف سأل سؤال او اقترح الاقتراح الجريت عظيمي. بقى هو هنا بيقترح الاقتراح ولكن على هيئة سؤال. where could we go to have lunch together? اين نستطيع ان احنا او يمكن ان احنا نذهب لنتناول الغداء معا? يبقى هو هنا بيقترح عليه ان هما يتناولوا الغداء معا. يبقى ممكن يقول له why don't we بيقترح بسؤال. بسؤال يعني يبقى يقول له why don't we have lunch together? وليما لا نتناول الغداء معا? اه طبعا هنا رد قال له great where could we have we go to have lunch? يعني هنذهب فين? طبعا هما هيذهبوا للمطعم الجديد. يبقى لذلك احنا يجب ان احنا نقرأ العنوان ده كويس. لان طبعا زي ما احنا شايفين في جابة سؤالين اثنين. that's good. ده جيد او رائع. they serve good food at the new restaurant. هما بيقدموا طبعا اكل رائع في المطعم الجديد. فاقترح عليه ايه تاني? اقترح تاني. I don't like fish. انا ما بحبش السمك. يبقى هو بيقترح عليه اه اكل السمك. يمكن يقول له بقى how about? ويجيب وراها. how about having fish? وماذا عن اه اه طبعا ان احنا ناكل او اكل السمك? قال له طبعا ما بيحبش السمك. we could have fried chicken. احنا نقدر ان احنا ناكل دجاج محمر يعني. اه رد قال له ايه? قال له I like fried chicken. بحب الدجاج المحمر طبعا هنا يبقى لذلك هو هنا اه وافق وافق على الفكرة بتاعته. يقول له that's a good idea. دي فكرة حلو. انت قلنا الى page 88 طبعا ده اه ده سؤال اللي هي الريدنج بيقول لي in every country في كل دولة there are always some snack foods. في بعض اطعمات الوجبات الخفيف. for example فلافل على سبيل المثال فلافل او الطعمية is very popular in Egypt طبعا هي اه طبعا اه ما عروفة جدا او مشهورة it's made from a mixture of beans fresh vegetables and spices. هي مصنوعة من خليط كده من الفول والخضروات التاسجة وكمان التوابك. it's really delicious. هي لزيزة جدا ام مروقو في المغرب. is usually made by street food seller. اه السفنج ده اللي هي السناك دي اه عادة بتصنع بواسطة اللي هم البقائعين المتجولين في الشارع. it has lots of fat and sugar in it and it's crispy. طبعا هي فيها سكر كتير ودهون وكمان هي مقربشة. is popular in india. هي السامبوسة دي طبعا هي مشهورة في الهند. it's a snack with spicy vegetables. هي وجبة خفيفة بخضروات متبل. is a malaysian spicy fruit salad. اه طبعا الرجاج دي هي سلطة فواكه طبعا متبلة ماليزي. with a mixture of flavors unlike any other. طبعا هي خليط كده من النكحات اللي هي بتكون عكس بعضها او بخلف بعضها. it is spicy sweet salty soft and crispy. it دي اللي هي من اللي هي الرجاج. متبلة او حرة. sweet حلوة. salty مالحة. soft نعيمة. crisp. مقربشة. يعني فيها كل حاجة عكس بعضها. what makes the fruit salad wonderful and ما يجعل سلطة الفواكه رائعة. is the sweet and spicy sauce. هي الصالصة اللي هي بتكون متبلة او حرة وحلو. finally. اخيرا we must try them all. يجب ان احنا نجربهم كلهم. they are all delicious. كلهم لزيزين. السؤال الاول بيقول لي what is the main idea of the passage. ايه الفكرة الرئيسية في القطعة. القطعة كلها بتتكلم عن السناك فودز. رجاج دي طبعا ايه دي وجبة ايه. وجبة ماليزية. طبعا يبقى هي من ماليزيا. بعد كده بيقول لي which of these snacks would you like to try? ايه من اللي هو هكذا هو السفنج. ليه بقى؟ ليه انت قلت لايه انت قلت لايه? انت قلت لايه? الجزء الاول. للسبب ممكن هو طعمه حلو. ايه ممكن اقول because i like sweet فود انا بحب الطعام الحل. بعد كده بيقول لي سفنج ده مشهور فين طبعا موروكو. ساموسة is a snack was not vegetables. الساموسة دي واكبة خفيفة بخضروات متبلة. الضمير ايدي ده بيشير الى اي كان بيشير الى الرجاك. بعد كده سؤال. بيقول لي. انت يجب ان انت تأكل طعم صحي لكي تحصل على ايه اللي انت محتاجها طبعا هي الانرجي الطاقة. اما سبيت سرعة دائرة مفكرة جوسي عصيري او كسير العصير. الكثير من الناس عايز اقول ان هي متحسسة او لدي حساسية من المقصرات. so they shouldn't eat any of them. لا يجب ان هما يأكلوا الكثير منهم يبقى allergic to. we could we cook حووشي in the not. احنا بنطبخ الحووشي فين طبعا في الوفن اللي هو الفورن. اما الفريجي سالجا ميكسر اللي هو الخلاط هيتر سخان. if you feel bored لو انت بتشعر بالملل. try not some drawing to relax. عايز يقول ايه. احاول اللي انت تجرب اداء بعد رسوبات لك. تسترخي طبعا هي do some drawing. يبقى try doing. نكمل في بيجي 89. we eat with a knife and نقط. احنا بنكل بالسكينة والايه. والفورك اللي هي الشوك. بعد كده بيقول I really like not fruits like strawberries and peaches. بيحب الفواكه الايه زي الفراولة والخوخ. الفواكه اللي هي طبعا الجوسي اللي هي كسيرة العصير. ولكن انا عندي salty اللي هي مالح spicy متبل وهنجري اللي هي جاعة. ولكن هو بيحب الجوسي فروت. I always eat not food. انا دايما باكل طعام ايه. that's why I have lots of energy. ده السبب اللي بيخليني عندي طاقة. الكسير من الطاقة. يبقى انا باكل طعام هلسي صحي. don't know the birds. عايز اقول لو تطعم الطيور. I have already done that. انا عملت كده بالفعل. don't to. والفعل في المصدر يبقى don't feed. she not playing tennis. عايز اقول هي بتحب لعب التنس. اخد بالي بقى من verbo energy يبقى give for like. بس اما would like to. في الفعل في المصدر. would like بيجوارها to. يتور عندي هنا الفرب ing. يبقى she likes. كريم always eats a lot olives with his salads but not too many. يعني مش كثير من اللازم. يبقى هو بيأكل ايه. some olives بعض الايه. بعض الزيتون. بعد كده سؤال correct. بيقول لي don't heat butter for too long. ما تسخنش الزبدة الوقت طويل. don't to. والفعل في المصدر يبقى don't heat. بعد كده بيقول لي there are any rocks on the side of the road. عايز اقول you get بعض الصخور على جانب الطريق. جملة مسبتة يبقى some. you don't eat a lot fruit. you should eat some more. يعني انت ما بتاكلش الكثير من الفواكه. طبعا انت يجب ان انت تاكل الكثير منه. يبقى هنا اقول له you don't eat enough fruit. انت ما بتاكلش فاكهة كفاية. يبقى يجب ان انت تاكل الكثير. I can't wait for them. انا لا استطيع الانتظار. I haven't got time enough. عايز اقول انا ليس لدي وقت كفاية. احنا قلنا enough هي اللي بيجي بعدها الاسم. وليس قبلها هيبقى هنقول ايه enough time. بعد كده اللي هو لطعامل سريع او لطعمل سريعة. طبعا ده مجاب خلال اليونت من خلال الدروس اللي احنا طبعا سبق وشرحناها. ولكن احنا ان شاء الله هننزل فيديو مفاصل. نشرح فيه كل الموضوعات الموجودة او اهم الموضوعات اللي ممكن يجي منها سؤال في اللي امتحان ان شاء الله.